السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أحبتنا في اللقاء العملي لدرس الإثراءات عن الفن الرقمي أو الرسم الرقمي درسنا اليوم سيكون طبعاً عملياً باستخدام برنامج الرسام ما هو برنامج الرسام أو ما هو تطبيق الرسام؟ هذا تطبيق موجود على كل أجهزة الكمبيوتر التي يوجد عليها برنامج ويندوز طبعاً من البرامج المجانية والبرامج الجميلة في مجموعة من الخصائص التي تساعدكم أحبتي على الرسم اليوم نتعلم مع بعض كيف نرسم منظر من الطبيعة وفي هذا المنظر كوخ وشجرة وأي إضافات أخرى نستطيع إضافتها دعونا نرى مع بعض هذا البرنامج على الكمبيوتر في البداية سيكون البرنامج في هذا المكان طبعاً وهذه واجهة البرنامج كما تشاهدون طبعاً واجهة البرنامج أحبتي لتلاحظون يعني فيها مجموعة من الخصائص وفيها مجموعة من القوائم المختلفة في البداية عندي هنا القص واللصق القص واللصق أن يحدد جزء معين من الرسمة ثم بعد ذلك أكرر عدة مرات عن طريق أن يقص هذا الشكل ثم ألصقه مرة ومرتين وثلاث ويتكرر معي الشكل أكثر من مرة في الجانب الآخر في الجهة هذه الثانية في تحديد الرسمة نفسها يعني إذا كانت الرسمة عندي موجودة أستطيع أن يدورها وأقلبها إلى الجانب أو غيرها هنا أيضاً في هذا المكان في مجموعة من الأدوات المختلفة في مجموعة عندي في هذا المكان من الأدوات المختلفة بعضها يخص التلوين بعضها يخص نوعية القلم اللي راح لونبو أو فرشة الألوان أو طريقة نفس الأداة اللونية ثم بعد ذلك في الأشكال المختلفة وفي الجهة الأخرى عندي مجموعة الألوان الآن لننتقل لطريقة الرسم سنرسم منظر من الطبيعة عادة أحبتي نريد أن نتخيل معاً ماذا يوجد في الطبيعة في البداية يوجد الأرض والسماء يوجد في البداية الأرض والسماء الأرض والسماء أحبتي لو حاولت أني أرسمها طبعاً أحتاج أني أشتغل على كامل اللوحة المؤشر عندي الآن موجود في هذا المكان بديت أحط فيه خط لكن هذه الخطوط لا أحتاج إليها وليست هي التي يريد أن نستخدمها في الرسم فلذلك سأقوم بعملية التراجع من هذا المكان هنا راح الزر الموجود هنا في الأعلى هو زر التراجع تراجعت عن جميع النقاط وعن جميع الأشكال الموجودة في اللوحة أصبح حجم الورقة عندي صغير حتى استطيع أني أميز مكان الرسم أحتاج أني أختار مثلاً فرشة من الفرش هذه الموجودة عندي وليكن مثلاً فرشة الرسم مثلاً بالألوان الزيتية ثم بعد ذلك أختار اللون المناسب أنا عندي أصلاً السماء لونها كيف؟ أزرق فاتح مع أزرق غامق حسناً سأبدأ في البداية بالتلوين باللون الأزرق الفاتح بالفرشة بهذا الشكل نلاحظ مع بعض جمال التلوين بهذه الطريقة هل هذه السماء تكفي؟ لا لا تكفي هذه التلوين السماء سألون طبعاً إلي منتصف اللوحة وتأخذ طبعاً قليلاً من الوقت بهذا الشكل دائماً الفرشة نسحبها سحب على الورقة هذا تدريب طبعاً للرسم الرقمي أيها الأحبة كذلك يعني أنا أستطيع أن يتحكم في حجم الفرشة وسمكتها في التلوين مثلاً هنا في عندي فوق في الخطوط هذه اللي هنا هذا الحجم سأختار أكبر حجم عشان ألون أكبر مساحة ممكنة بأسرع وقت ثم بعد ذلك أسحب الماوس عدة مرات طبعاً الماوس مقصود فيها الأداء لأننا أستخدمها الفارة اللي على الكمبيوتر كلنا نعرفها وأستمر في التلوين لهذا المنظر الطبيعي طيب الآن أنا لونت تقريباً أحتاج أن يلون أكثر من منتصف الورقة بهذه الطريقة أكون لونت السماء تقريباً طيب بعد ما قمت بتلوين ونزود شوية في السماء نزود المساحة هذه لونت الآن باللون الأزرق نلاحظ أن التلوين اللوحة لازالت في بدايتها مثل الفنانين الكبار المتخصصين في الفن أختار الأرضية قد تكون باللون الأخضر أو باللون مثلاً البني الفاتح هذا اللون يعني قريب من لون التراب لكني سأبحث عن لون أفضل من هذا اللون فيه عندي مثلاً أختار هذه الدرجة اللونية مثلاً هذا اللون بصفر تقريباً أستطيع أني أزوده أزود الدرجة اللي عليه وأختار مثلاً تعديل على هذا اللون من هنا أتركه بهذا الشكل موافق أضعه هنا وأروح أختار لدرجة مناسبة من اللون الذي يعني يقترب من لون التراب هذه الدرجة مثلاً مناسبة حط موافق طيب أصبح عندي لون الفرشة بهذا الشكل استمر في وضع التلوين أو وضع الخطوط وأثر الفرشة اللونية كل مرة أعيد التلوين طبعاً أكيد رح اللون يصير غامق لكن أنا أحتاج أني أسحب اللون بس مرة وحدة عشان يظهر جمال يعني تأثير الفرشة الطبيعية للألوان الزيتية لأن هذا النوع من الألوان هذا تأثير شبيه بألوان الزيت أو الألوان الزيتية كأن المنظر الآن بدأ يقترب المنظر في الرمال الصحراوية نشوف مع بعض اللوحة رائعة جداً كل ما كملنا في التلوين كل ما ظهر جمال هذه اللوحة طيب نضع هنا مثلاً بعض التلال بهذا الشكل بهذه الطريقة أكون أنا لاحظوا كيف لونت الشكل كأنه عندي تلال صحراوية طيب بعد ما خلصت الآن من رسم هذا المنظر الطبيعي اللي موجود عندنا فيه الطبيعة ونلاحظ أن هذا المنظر فيه جزء اللي هو السماء وفيه جزء في الأسفل اللي هو اللي هو الأرض أستطيع أن أضيف درجات من اللون الأخضر على الأرض عشان أعطيها شيء من الحياة الرمال عادة لونها ذهبي وجميل لكن حتى أعطيها مزيداً من جماله ومزيداً من الرونق يمكن أن يختار درجة من درجات اللون الأخضر بنفس الفرشاة وبنفس الحجم نذهب إلى علبة الألوان في الأعلى واختار درجة من درجات اللون الأخضر هذه الدرجة طبعاً أريد أن أحررها يعني أخلي الدرجة تكون أكثر مناسبة بالنسبة لي أنا سأجعلها فاتحة جداً بهذه الطريقة يكفي هذا اللون موافق ثم بعد ذلك أبدأ في التلوين بهذا الشكل خطوط بسيطة جداً وضربات بالفرشة على اللوحة هنا في خطأ في التلوين صار معايا ببساطة أحرك المؤشر وأروح فوق هناك وأسوي تراجع وإمكاني أتراجع عن كل الألوان اللي أنا حطيتها على هذه اللوحة طيب بإش رأيكم الآن نبدأ في رسم البيت اللي اتفقنا عليه من البداية قلنا منظر من الطبيعة ورح نحط فيه بيت أو كوخ إش رأيكم نرسم الكوخ يلا نرسم الكوخ مع بعض كيف نستفيد دائماً من الأشكال الجاهزة عندي هنا فوق في مجموعة من الأشكال الجاهزة كما تشاهدون فيه الخط المستقيم وفيه الخط المنحني اللي تعلمناه في أول السنة وفيه عندنا أيضاً الدائرة والمستطيل وكذلك المربع والمثلث أنا أريد أن أستفيد من شكل المربع أهشر على المربع من هنا وبعدين أبدأ أخطط بهذه الطريقة هذا مثلاً شكل المربع أستطيع أني أعدل حجم هذا المربع عشان يكون معي بالشكل هذا مثلاً طيب خلصت من شكل المربع أستطيع أني أضع لهذا البيت من الأعلى طيب شكل المربع اللون مفروض يكون بالأسود صح؟ غيرت اللون من هنا خليته أسود صح أن اللون البيت يكون أسود؟ لا ما يكون أسود ممكن نخليه بلون مثلاً نختار لون مثلاً بنفسجي نشوف كيف يطلع يطلع أجمل بعدين ممكن نسوي تعبئة من هنا يعني نعبي اللون البنفسجي نفسه بلون متصل مثل هذا اللون لكني راح أغيره وحط لون التعبئة نفسها باللون البنفسجي في أزرار خاصة أو في أداة خاصة هنا هذه هنا شفتم البرميل الصغير اللي هنا هذا حق التعبئة أروح أختار اللون البنفسجي مثلاً وأسوي تعبئة لهذا المربع صار عندي مربع إلى الآن أنا ما رسمت الكوخ بعدين أروح فوق أختار المثلث لاحظوا المثلث كيف أقدر أتحكم فيه حتى يصبح حجمه مناسب وأضعه أيضاً في المكان المناسب على هذا البيت وأرجع على برميل الدهان وراح أخلي هذا المثلث لونه بنفسجي مثلاً فاتح بعدين أبغى أرسم الآن النوافذ أرجع أختار من فوق شكل المربع أو قبل النوافذ خلونا نرسم الباب أحسن بهذه الطريقة صار عندي شكل الباب بإمكاني أحرك الباب لليمين أو لليسار أو أضعه في الوسط وأيضاً ببرميل الألوان اللي هنا أختار مثلاً درجة من اللون البيج وألون هذا الباب أيضاً استفيد من الأشكال الموجودة سأأخذ الخط والباب أخليه درفتين يعني درفاً يمين أو درفاً يسار بالشكل هذا لكن عندي مشكلة أني ما أخذ نفس اللون لازم أغيره حط لون أسود عشان يطلع الخط اللي أنا سويته كذلك هنا لازم أحط بعض التفاصيل على الباب عشان يظهر جمال الباب أحرص أن الخط يكون مستقيم تماماً عندي هنا طبعاً سحب علي خط في تراجع ثم استمر في رسم الخطوط بهذا الشكل كذا أكون رسمت الباب طيب هل هذا البيت له نوافذ؟ أكيد له نوافذ كيف؟ نرسم النوافذ نختار مربع مستدير الزوايا بالشكل هذا هذه الزاوية مستديرة تلاحظون ليست يعني زاوية مثل هذه حد قائمة ولكن هي زاوية مستديرة أغير لون النافذة أخليه مثلاً بنية عشان هي النافذة خشبية وبالزر الأيمن ممكن أسوي نسخ من فين أسوي النسخ؟ أروح فوق أول ما تكلمنا عن هذا المكان وقلنا عندنا بإمكانية أننا ننسخ هذا المربع ما ضبط معي ممكن أرسمه مرة ثانية النفس المربع في الجهة المقابلة بهذه الطريقة الآن رسمت نافذتين هل النافذة لونها أبيض عادة لا هي من الزجاج نختار للزجاج دائماً لون نسميه لون الأزرق مثلاً لكن نحتاج إلى تعديل اللون لهذه النافذة فائدة التراجع مفيدة جداً حينما أريد تغيير الألوان سأجعل استخدم البرميل هنا وألون باللون الأزرق الفاتح لأن النوافذ مصنوعة من الزجاج كذلك في الأعلى ستكون هناك نافذة سأجعل هذه النافذة على شكل دائرة أختار الدائرة من فوق بهذه الطريقة ثم بعد ذلك أضيف لها مثلاً عن طريق هذا البرميل برميل الدهانات أضيف لها لون أزرق وممكن تكون معي بالشكل هذا طيب هل يمكنني رسم مثلاً بعض الأشجار أو بعض الأشكال نعم يمكنني ذلك عن طريق الرسم سأجرب الآن استخدام القلم وأخذ مثلاً عندي الخط الملحني هذا أو الخط المتصل وأبدأ في رسم مثلاً في محاولة رسم الشجرة بهذا الشكل هل الشجرة خط مستقيم؟ لا طبعاً لا تعتبر خط مستقيم فلذلك من هنا أسوي تراجع طيب أختار سلوب الرسم طبعاً عن طريق مثلاً الفرشة وأخذ الفرشة مثلاً العريضة وأحاول أني عن طريق طبعاً تغيير الألوان الشجرة دائماً جذعة هلونه بني أرسم هنا الآن جذعة الشجرة بالشكل هذا لاحظ مع بعض كيف التأثير تأثير الألوان بهذا الطريقة طيب أغير حجم الفرشة وأجعلها أصغر عشان راح يعني مع عملية رسم جذعة هذه الشجرة نفس الفرشة لكن غيرت الحجم من فين من هنا من هذا المكان غيرت حجم الفرشة لماذا؟ علشان أرسم الآن الفروع جذعة الشجرة يأتي عريض لكن الفروع والأغصان تأتي أقل عرضاً فلذلك أنا أصغر الفرشة أختار الفرشة الصغيرة استمر في الرسم بهذا الشكل أضع بعض الأغصان مثلاً تأتي بهذا الطريقة بهذا الشكل طيب هل هذا الآن هو شكل الشجرة؟ لا هذا كأنه شجرة سقطت أوراقها ولم تكتمل أو مثلاً في فصل الخريف سأضيف لها الآن الشكل العام لشجرة دائماً اللي هو أسهل طريقة لرسم الشجرة الشكل اللي يشبه الغيمة باختيار مثلاً الفرشة نختار فرشة عادية أو نختار نختار فرشة عادية مثلاً أو بخاخ الألوان إن شاء رأيكم نجرب بخاخ الألوان ونختار مثلاً درجة اللون دائماً عند التلوين نبدأ بالألوان الفاتحة وبعدين نضيف الألوان الغامقة ما نبدأ به الألوان الغامقة الآن اخترت بخاخ الألوان باللون الأخضر كم أداة استخدمت اليوم؟ استخدمت القلم واستخدمت الفرشة حق الألوان الزيتية والآن جالس استخدم بخاخ الألوان نجرب بخاخ الألوان كيف تطلع النتيجة على اللوحة لاحظ مع بعض لو تشوفون حركة يدي أنا قاعد أستخدم الآن القلم الخاص بالرسم لو تشوفون حركة يدي بالطريقة هذه ولو رحتم على الشاشة القريبة الآن رح تلاحظون الأثر اللي يطلع أثر مثل أثر بخاخ البوية لماذا أنا أستخدم هذا البخاخ؟ عشان ما أغطي على فروع الشجرة أبغى أشوف أنها أوراق نباتية حقيقية وأبغى الفروع تطلع وتصير واضحة على هذه الشجرة طيب هل يكفي هذا اللون؟ لا لا يكفي أريد أن أضيف مزيد من اللون نفسه الأخضر لكن راح أزيد الدرجة أغمق اللون الأخضر وأختار درجة أغمق من تحرير الألوان من هنا وأشوف فين الدرجة الأغمق هذه مثلا وأضع عليها موافق وأبدأ في عملية البخ من جديد بهذا الشكل مع اللون الغامق دخوله على اللون الفاتح يعطي جمال أكثر ويعطي تدرج يعطي شكل أقرب ما يكون للطبيعة في هذه اللوحة طبعا الصوت اللي نسمع الآن هو صوت القلم حينما يحتك على الشاشة طيب بهذه الطريقة أحبتي نكون رسمنا الشجرة وخلصنا نريد أن نضيف في هذه اللوحة الغيوم الغيوم تقع على الأرض أو في السماء طبعا هي في السماء فلذلك نختار لها اللون الأسود خطأ نختار اللون الأبيض نختار اللون الأبيض للغيوم ونرسم الغيوم ونشوف مع بعض كيف راح نرسم الغيوم نأخذ بدل البخاخ نجرب أداة أخرى من أدوات الرسم نأخذ مثلا هذه الشكل وبعدين نختار اللون الأبيض ونبدأ نجرب طريقة رسم الغيوم بهذا الشكل أشكال متداخلة مع بعضها البعض بهذه الطريقة أكون كأني رسمت غيوم وأريد أن أضيف مثلا في السماء يوجد حاجة ثانية اللي هي الشمس أحسنتم الشمس نشوف كيف نرسم الشمس مع بعض نغير اللون مثلا نغير حتى نوعية الفرش نختار شكل ثاني من الفرش ونجرب كيف يطلع معانا رسم الشمس الشمس لها ألوان متداخلة مع بعضها البعض سأختار في البداية مثلا لون الأصفر درجة مثلا من الأصفر نسميه هذا اللون وأحاول أن أنزل هنا في هذا الجهة هذا الأصفر موافق أرسم الدائرة بالشكل هذا خلاص وبعدين ممكن أستخدم درجة أو أكبر الدائرة قليلا أحسن بالشكل هذا طيب وبعدين أروح أخذ اللون برتقالي مثلا من داخل اللوحة أصفر إذا دخلته شوي على الأحمر يطلع معايا درجة البرتقالي ها بتكفي هذه الدرجة وبعدين ألوان داخل الشمس بهذا الشكل الخفيف ممكن أرجع ثاني مرة على اللون الأصفر وألوان فيه شوية بالشكل هذا طيب الشمس لها شعاع نعم لها شعاع كيف نرسم الشعاع؟ نرجع مرة ثانية على الأدوات ونغيرها نختار مثلا نقلم التلوين الخشبي ونبدأ نضيف شكل الشعاع هو عبارة عن خطوط متكسرة وارجع ثاني مرة أختار برتقالي مع الأصفر وأضيف شكل الشعاع بهذه الطريقة أكون رسمت منظر طبيعي بإمكاني أيضا أني ألون الأرض اللي موجودة عندنا الآن باللون الأخضر على السريع باستخدام البخاخ وين البخاخ؟ موجود هنا نفتح القائمة المنسدلة ونروح على البخاخ واختار لون أخضر وأبدأ رشة الأرضية على السريع كذا باللون الأخضر كأنه فيه زرع في فصل الربيع في هذا المكان حوالين هذا الكوخ أيضا تداخل الألوان ودرجاتها مع بعض يعطي جمالية أكثر في اللوحة ويجعلها أكثر جمالا أحبتي الرسم الرقمي ليس فقط بهذا البرنامج بل هناك العديد من البرامج المختلفة ولكن هذا أفضل أو نسميه أنسب برنامج لكم في الاستخدام ومتوفر على جميع أجهزة الكمبيوتر بإمكانكم رسم لوحات أجمل من هذه بالتأكيد وبإمكانكم إضافة عناصر أكثر ننتظر أن نرى فنونكم الرقمية شاركونا بها وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله